اشتركوا في القناة والهجرات الداخلية الكبرى للنفسيين لطرابلس واستقرارهم فيها ابتداء من الخمسينات وقبلها حتى هجرات عائلية منفردة لطرابلس نلقوا لها وطائق وحجج من حوالي 300 سنة في طرابلس وبعضها نساء اسمه وأصله نهائي وبعضهم عندهم صلاة صورية بجبل وفي عائلات نفسية طبعا في بنغازي الزاوية سجمعة مدن الساحل تقريبا كلها لا تعدم من وجود نفسيين وهذا طبعا عبر التاريخ راهو ما نحكيش لكن نحن نتكلم عن التاريخ اللي عندنا فيه وطائق ونحن نعرفو فيه ونسمعو فيها أقاربنا وأصدقائنا وناسنا اللي يتكلموا عن هذه الأشياء بعضها زيما قلنا في طرابلس والساحل يفوت يعني عقود وبعضها يزيد حتى على القرن لكن هذه كلها طبعا هجرات مش بعيدة هلبة في التاريخ بالرغم من أهمية هذه الهجرات المعاصرة والحديثة نوع ما بنركزني على الهجرات اللي خارج الإطار اللي تسمى ليبيا اليوم وكذلك تكون قديمة هلبة لو نقدر يعني طبعا وبنصوص هذا أقدم ذكر طبعا الهجرات النفوسية في العصر الإسلامي وصلنا من المؤرخ لبعض اللي كان نحسابه كتابه ضاع اللي هو بدل الإسلام وشرائع الدين اللي هو لابن سلام اللواتي مع ذلك يقول في نص خاطف أن النفوسيين اتخذوا مكان لهم في المرش قريب من القيروان موطن لهم كان هذا في القرن الثاني الهجري القرن الثاني الهجري يعني 1200 سنة فاته أكتر واستدمت تسمر يعني تدفق الهجرات النفوسية للنصف الأول من القرن الثالث الهجري زيما قلنا الكلام هذا يعني 1200 وشوية سنوات طبعا هذا مش النص الوحيد اللي يتكلم على هجرات نفوسية متتالية النص يتكلم على اتخاذهم للمكان بجنب القيروان لكن ما تكلمش بالتفصيل عن شكل هم المهاجرين من أي قيروان يقول نفوسيين وكلمة نفوسيين زي ما بنشوفه القدام تعني كلهم حتى الهواريين يدخلوا في النفوسين إلا إذا كان ذكروا باستثناء لكن نفوسها في ذلك الوقت تشمل من وازن حتى غريان زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى والهجرات النفوسية المتتالية للجنوب التومسي يعني كاترة هلبة وهذه بسبب طبيعة البشرية يهاجر بنادم في السنوات الجذب والقاحة لبلاد أكثر خصوبة والهجرة البشرية من المؤكدة أنها ما بدتش في هذه الفترة وحاجة تانية هي نقوله يعني نفوسها بمفهوم زي ما قلنا الشامل واللي يشمل نفوسها كلها بالنسبة عندنا نصوص كذلك ضمنية ومش صريحة عن تواجد النفوسين في الساحل الليبي للدفاع عن طرابلس في عهد الويندال مثلا كنص المقابل المقاتل الليبي اللي هو كاباون ولكن خلونا نركزوا عليه النصوص اللي قديمة في العصور الإسلامية لأن هي أكثر صراحة أن نلقوها نصوص مكتوبة بصريحة العبارة ونقو بعضها كما قلنا بيتون تفصيل عند الجغرافيين مثلا البكري اللي يقول أنه أبا القاسم بن عبيد الله الفاطمي وهذا نتكلم عن الفاطميين ونتكلم عن الدول الإسلامية واللي حكمت شمال أفريقي حنتكلم عليها كلها وارتباطها بجبل نفوسي المهم اقتطع أراضي في نواحي زغوان في الجنوب التونسي للمهارجين النفوسيين أخداء أرض وخصصها للنفوسيين والهواريين في الجنوب التونسي في نواحي زغوان في الجنوب التونسي ووصفهم طبعا بصراحة يعني وصفهم بالفقراء المهاجرين وهذا كان قبل أزيد شوية من 1050 سنة ونلقو نصوص هلبة لتشتت نفوسيين وهجرتهم الاختيارية ومرات القصرية هناك حقيقة تدفق وهجرة نفوسية كبيرة لنواحي تيهرت في الجزائر اليوم أو ما يسمى في المغرب الأوسط عند المؤرخين المسلمين الأوائل ونلقو في هذه النصوط وجود مناطق كاملة ونواحي بأسمائهم لكثرة ساكنتها النفوسيين وهذا واضح في الرسالة الشهيرة للإمام عبدالوهاب لنفوسة واقتطاع أراضي لهم وتعيين طبعا وسيمة طمزيني حاكم عليهم وهذا كان في القرن الثاني والثالث الهجري يعني حوالي 1100 سنة كدلي وفيه نص على انتهاء الدولة الرسومية والقضاء عليها من قبل محمد بن مسالة وهذا موضوعها بروحة طبعا سنتكلم عليها زي ما قولها لما تكلموا بالدول اللي ارتبطت بتاريخ جبل نفوسة سنتكلم عليها كلها المهم كانت نفوسة وقتها تنزل في القلعة مانيعة مش بعيدة من تيهر تحمل اسم قلعة نفوسة وهذه يذكرها كذلك ابن الصغير ويقول حتى في وقته كانت موجودة هذه القلعة واللي كانت مشهورة في الشيوات الشفاهية أنهم هاجروا أولا لنواحي الأوراس بعد تشتتهم في دولة الرسومية هاجروا لنواحي الأوراس وخصوصا في الجزء الجنوبي منه ومن ثم تشتتوا في أعداد كبيرة منهم شتلي ودي ميزاب ومودي زماء كانش خائل من أهلها طبعا هم عضافوا إليهم وعدد منهم عاد لنفوسة ومنهم في اتجاه جربة كذلك في الجنوب التونسي نلقو نصوص هلبة مقتضبة عن الهجرات النفوسية وعن العداد الكبيرة لساكنة نفوسة عند الحديث طبعا عن الحروب والنزاعات شارك فيها النفوسيين ومهركة طبعا أشهرها معركة مانو وكننا اسمع بهجرات قنطرار متعددة واللي تكلم عليها الرواية اللي بيه المشهور المهم في حديث عن تواجد كبير النفوسيين في مناطق الساحل التونسي فيه نص يتكلم علي تواجدهم واختطاعهم لأراضي من هرقلا إلى راسي قبودية ضني أو هرقلا إلى وادي قبودية في الجنوب وفي المناطق الساحلية بعدين أولا لما سيطر الأغالبة على تونس وشتت النفوسيين فيها وصار فيهم بدون شك مجازر زي ما صار في أماكن ثانية سيطر عليها الأغالبة لكن قعد ذكر للنفوسيين في هذه المناطق جدا هافت وخافت حتى عصر الحفسيين اللي يعتبر متأخر روحا ما ومن هالرواية اللي مشهورة عن 300 عالمة نفوسية من النساء وذكر لهم ذكر عرض وذكر أكثر من عالم نفوسي هذا مش مجال هلا بنتكلموا بعدين عن علماء الدين والاهتمام بالدين الإسلامي وإلى آخره من النفوسيين هنتكلموا عليهم هذي كلهم حتى نفوسي المهجر وأشهر مؤلفاتهم إلى آخره عليتي حال وفيه كذلك رواية مشكوك فيها ذكرها أحمد بن فخر الرازي في كتابة عن الحركة اليزيدية أو الزيدية عفوا في الحركة الزيدية في اليمن والمغرب من مطبوعات دار الغرب الإسلامي أن إدريس بن عبد الله في القرن الرابع الهجري وهنا يتكلموا علي ألف سنة دعا النفوسيين وتبعهم منه قوم هيكي قال يعني جاء ودار دعمه ما بين النفوسيين وهذه مش مذكورة في أي كتب من كتب الإباضية نهائيا وهذا لا يعني أنها ما صارتش لأن الحقيقة كل مذهب مش غير الإباضية نفس الإباضية والشعة والسنة وغيرهم يذكروا غير الأشياء اللي هي في صالحهم فغالبا أن الإباضية ربما ما ذكرهم والدليل أن الإباضية نفسهم ما ذكروش الفرق المخالفة داخل مذهب الإباضي في نفسها اللي حنجوها في وقتها لما نتكلموا عليه تشتتات المذهب الإباضي عبر التاريخ والفرق والتقسيمات اللي صارت فيه مثلا زي فرن كانت تتبع نهج آخر من الإباضية صحيح كانوا إباضية ولكن عندهم نهج آخر غير معروف ونتكلموا على النكار ونتكلموا على الأشياء هذه كلها في وقتها المهم إدريس بن عبد الله في القرن الرابع الهجري داع النفسيين ويقال هذا حسب الرواية وتبعه منهم الرازي هذا كلام أحمد الرازي وتبع منه أقوام وعارضة وآخرون هكي يقول واللي قبلوا بالدعوة متاعه هاجروا معاه للمغرب الأقصى المغرب اللي نعرفوه اليوم مع هذا الرواية زي ما قلت شكك فيها العديد من المؤلفين والموريخين الإباضية المعاصرين لكن أنا شخصيا نشوف أنها ممكنة جدا وبالرغم أنها لم ترد في أي كتاب آخر ولكن فيه الحقيقة المحققة للكتاب اللي هو مهر جراري الجراري عفوا فند هذه الوحدة وقال أنها ما صعدش وإن كانت هذه الرواية صحيحة فأهني هي كنت تساءل بينه وبين نفسه بس وإن كل من زور في الغرب المغرب أو عفوا في شرق المغرب في جهة فيقيق وغيرها نقول وهي على الحدود الجزائر المغربية التشابه في اللبس في الحليف في التقافة في الأعادات في الألعاب في الأشياء هذه عند منطقة فيقيق بجبل نفسه تدعو حقيقة الاستغراب هو فيه تشابه بين الأمازيق كلهم بدون شك لكن هذا تشابه إلى حد غريب جدا يعني حتى في اللباس الفراشية متاعهم والأشياء هذه اللي عندنا في جبل نفسه بنفس الطريقة على إتحال الهجرة النفسية الإختيارية نجدها متكررة عند الرحالة والمؤرخين يعني نلقو كلام على النفسيين في تونس لطلب العيش وامتهان مهن غالبا وضيعة يعني حقيقة وهذا للتاريخ ولا للإنصاف ووصل عدد الناس من فرصتها مثلا في تونس شيء لا يوصف في مناجم منطقة القلعة في تونس ويتسموا فيهم اسم ما نعرفش مصدرة وشن أصلا في تونس يسموا فيهم الفرافرة ونعرف أن نحن الفرافرة منطقة في جهة سيوى حتى هم من الوحات الأمازيغية التاريخية والله أعلم علاش يقولوا لأهالي فرصتها هذا الاسم الله أعلم وطبعا فيه هجرات هلبح نلقوها من خلال الأسماء الأعيان والأشخاص يعني نلقوا أشخاص يحملوا أسماء عائلات نفسية صريحة ومعروفة أو يحملوا اسم منطقة نفسية ونعرف أنهم هم مهاجرين من خلال هذا الشيء وهذا طبعا يبيلها بحث بروحوا يبيلها كتاب لكن هنال الفكرة متاعي في السلسلة هذه تعريف عام وأعطاء فكرة عن التاريخ النفوسي من غير ما نطول عليكم ملحوظة بجانبية أنا زمان على ذكر فرصتة وهجرتهم للمنطقة هذه القلعة اللي كانوا يشتغلوا فيها في المناجم وهذه لها قلت لكم أكثر من 200 سنة كان عندي جاري في لما كنت عشت في باريس بين 2003 و2007 كان عندي جاري عندها كوشة وكان علاقتنا جدا سطحية صباح الخير صباح الخير وحتى بالفرنسية مش حتى بالعربية ولا بالأمازيغية ولا بأي شيء كانت علاقتنا زي ما قلت لكم سطحية جدا كنت نمشي تقريبا كل يوم ناخد مننا فردة خبزة رأس بنادم ناخد مننا فردة خبزة ونوتي فيها في طول ونرفعها معاه لو كان نتجه للعمل أو للقراية المهم يوم اللي يمات سألني الخباز منين انت قلت له من ليبيا من جبل نفوسة قال لي نعرف انك انت نفوسي لكن معاني نيرا ومعمريك هادرست معاه بكل من قبل لكن سأل علي بعض الجيران شكله ولا دارت قصقصة جمعتنا يعني أكيد يقصقصوا المهم قلت له من يفرن قال لي أنا نفوسي حتى ني من فرصطة لكن جدودنا هاجروا زمان لتونس ومنها احنا هاجرنا وين لفرنسا للمعلومية والتاريخ أنا أصلا ما كنتش نحسابه تونسي أصلا الشخص هذا إلا لما تكلم قدامي بالعربي بلهجة تونسية أولاده وبناته شقر وعينهم زرق ومن جهة الوالدين راه مش متزوج الى فرنساوية لحاجة زوز هكي والوالدين نفوسيين على بعد مقالي طبعا ما اتعرفت عليها المهم فيهم النفسيين وبعضهم يتواصل معي لعندي اليوم وصولهم نفوسية يعني مثلا من وفاة في الجنوب التونسي مثلا وفيه من تملو شايت من يسكن في مزاب ويتذكر أنه منهم الشاعر تيريشيند كارلي هو شخصيان انا جدودة جوه من تملو شايت مثلا في جبل نفوسة اه اه اتم ليشت يقولوا أن القرية كلها أصلاً 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 نفوسية من يسكن في مزاب ويتذكر أنه يعني فيه نقلات شفاهية أن أوصولهم نفسية وفيه حتى في نواحي مظاب نفسها مقبرة النفسيين كبيرة جدا جدا ونحن حصل لشرف أني زرت هذا الوادي الطيب وأهله الطيبين وتعرفت على ناس هلبة وهلبة منهم يقولون أن أوصولهم ترجع إلى جبل نفسها وهذا كلام رواوك ديم مغر في القدم وعلى فكرة العائلات التونسية التي تحمل لقب طرابلسي مثلا من الشرط راهو يكون أوصولهم طرابلسية من طرابلس العاصمة بالعكس في الجهة كلها يعني ممكن يكون زاوي ممكن يكون نفسي ممكن كده لما تتعرف عليهم والأخير يحمل لقب طرابلسي هم يقولون لكم منين أوصولهم طبعا منها الجبل كده والألقاب اللي نلقوها تتردد هلبة طبعا الزواري والعزابي والشماخي والباروني والتارديتي والجادوي يعني بعضهم اعتلى مناصب كبيرة جدا في تونس وهذا بنجوح في الحديث متاعنا عن المشاهير متاع النفسيين حول العالم وعلى فكرة مش التجهور الغرب بس راهوا تونس والجزائر النفسيين في الهجرة متاعهم بل اتجهوا كذلك في مصر وبصورة أقل في الحجاز والشام وحنجوع له هذا كله في إدار حديثنا عن المشاهير النفسيين حول العالم بالنسبة للهجرة لمصر كانت لأغراض تجارية ولطلب العلم في الأزهر وبقي الكثير من النفسيين في مصر بعد دراستهم وكانوا أسر شتتت أكثرها بالزواج والمصاهرة وأصبحوا جزء من النجيز الاجتماعي المصري بل يمكن اعتبار بعض الجربيين من أصول نفسية مهاجرين نفسيين أصلهم يعني نلقوا واحد تونسي يتكلموا عليه اليوم توانسة من المهاجرين التونسيين المشهورين وفيه منهم تجار كبار على فكرة في مصر وكان لهم شائن كبير جدا قبل الاحتلال الإنجليزي لمصر وكان لهم تجارة وبعضهم كانوا حتى بعد الاحتلال الإنجليزي وحتى بالعهد الملكي وصلوا لشائن كبير جدا ويحملوا ألقاب نفسية ولين كان عاشوا في تونس قبل أن يهاجروا إلى مصر وهذه طبعا لو بنعتبرهم نفسيين بعد هجرتهم إلى تونس ومن تونس إلى مصر وبالنسبة للشام خصوصا سوريا ولبنان كانت هجرات باتة لأسر صغيرة جدا خصوصا بعد رحيلهم للحج وتعريشهم على بيت المقدس وهذا عبر التاريخ وبقاءهم طبعا فيه وعموم الشام يظل يعني عددهم بسيط جدا بالمقارنة ولكن يتذكروا في أصول متاعها وانتوا تعرفوا بعض الأصول حتى الزوارية اللي هي موجودة في الشام واللي رجعوا إلى ليبيا بعد الاستقلال واللي انشهر منهم بعض الممثلين والأخير وهذا كلها بنجوزة ما قلنا في حلقة بروحة ونعرفه كذلك عبر التاريخ أن النفسيين شاركوا بدون شك في تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين كما فعل كثير طبعا من الطرابلسيين والجهة الغربية الليبية والتوانسة كذلك ولنعلم طبعا عن مصير أغلبهم إلا أن فيه روايات تتكلم عليهم أن صلاح الدين الأيوب يقتطع لهم في حي المغاربة جزء كبير وإلى اليوم مشهور بإسهم في مصر وهذا اللي بنتكلمه عن وكالة الجاموسة والطلب العلم النفسيين اللي قروا في مصر هنتكلمه لهذه الأشياء بتوسع على فكرة فيه نفسية مشهورة في مصر من سكان الإسكندرية اسمها نفسها وهذه سنتكلم عليها حتى هي في المشاهير النفسية العبلة العلم المهم وفيه طبعا ممثلين وممثلات الأخيرة سمحوني أني طلعت من الموضوع الشاهد هذه الحاجات مفروضة نحط في كتب التاريخ وبإسهاب لأن المجال المحاضراتي ليس مجال طبعا بنادم يوسع ويتكلم عليها بيدقة الحاجات هذه المهم النفسيين وهما ليس استثناء من عموم الليبيين هاجروا واستقبلوا كذلك هؤلاء مهاجرين عبر التاريخ بالهاجر النفسيين لما رجعوا أخذت بعضهم اسم المناطق اللي هاجروا منها يعني في انتشار لقب مثلا جربني القرقني السوسي إلى آخره هذه أسماء وجودة عندنا في جبل نفسها أدل على الهجرة العكسية أنهم نفسيين مثلا ذهبوا إلى هذه المناطق ورجعوا فأخذوا أسماء المناطق اللي هاجروا منها فعيلة الجربة عيلة نفسية صريحة من يفر مثلا كابيتان عيلة نفسية صريحة لكن تحمل لقب الجبري لأنهم هاجروا لفترة من فترات إلى جربة وعادوا بعدها إلى جبل نفسها أني شخصيا مثلا جدي الأول يعتبر في الغالب من المهاجرين نفسيين الراجعين حسب الريوات الشفاهية وكذلك حسب كلام الشماخي جدنا يرجع وصوله من الصطيف مثلا في الجزائر ويروي الشماخي وصوله لعالم الإباضي عون الشكروني لمدينة يفرن لفضل النزاعات وإعادة أهل يفرن مثلا إلى المذهب الإباضي هما كانوا على المذهب الإباضي لكن إعادتهم من المذهب الإباضي الذي تسمى المذهب الوهبي وهذا بنتكلم عليه بعدين في وقتها وأحفاده طبعا اليوم عون هذا الشكروني ومنتشرين في كل يفرن على عدة قرى بخلاف أولاد السلام اللي في الغالب ترجع وصولهم لنفسها التاريخية الشاهد أن الحروب والقلاقة لخصوصا بعض هجمات الأغالبة وتبعتها يعني هجمة قرقوش بعد لما تكلمنا وانا الجزاء النفسي من صراحة دينايوبي بعت لهم قرقوش باش يغزوا طرابلس وأغزاء جبل نفسها وهذه حنجوها نعدكم أن نتكلم عليها وكذلك غزوات بني هلال وبني سليم والمعزد الدين الله الفاطمي اللي خل المنطقة كلها في عدم استقرار وصارت هجلات وهذه حصارتي قبل صراحة دينايوبي عفوا أنا غير ما ذكرتها بشكل كرونيولوجي هو العدد القرى طبعا الدليل أن فيه هجرات هلبة وتشتت للسكان في جبل نفوسة وهذا حنجوه أن فيه قرى هائلة جدا في الجبل تعتبر اليوم خالية ومهجورة نهائيا وبعض الناس ما يعرفوش أصلا هي موجودة إلا لما نشوفوا الخرائط بصورة علوية وحتباني لكم كلكم هذه المناطق المهجورة نهائيا في جبل نفوسة ما ليش ننساش وما نضمش فيه ألقاب زي الغرياني التكبالي وغيرها منتشرة في تونس وهذه أغلبهم من ككلة وغريان وخصوصا الككلية مثلا عماد الأفران في تونس الكوش والسنفازة حتى اليوم ولو بعض أهالي جادوا كذلك امتهنوا هذه المهن في تونس المختص المفيد جدودنا تنقلوا لما احتاجوا للتنقل شاركوا في بعض الدول الكبرى معها أو ضدها وهذا أدى لتفرق الكثير منهم عبر الأراضي طبعا واليوم الكثير من النفوسين عبر العالم يتذكروا من خلال الوثائق أجدودهم والحكاية الشفاهية وصولهم النفوسية وأكيد الكثير منكم التقى أو سمع ببعضها بل ربما تكونوا أنتوا نفسكم من هذه النفوسيين اللي يسمعوا في المحاضرة هذه تكون وصولهم خارج جبل نفوسة إن كنتم لكم قصص شخصية أو العائلية أو أنتوا أنفسكم من المهاجرين النفوسيين نتمنى أنكم تكتبوا في التعليقات عن هذه الأشياء وهذه القصص اللي تتكلم عليها جدكم من المكاني الآخر حتى نفسي خير بيتها المعاصر للهجرة الهجرة متوقفتش ومستمرة نحن الآن ما تكلمش عن نفسك مهاجرين لكن لما يجون أجيال اللي بعدنا حيقولوا جدودنا هاجروا وداروا لي أكثر من تلوتي عمري خارج جبل نفوسة في في كندا فهجرة الإنسانية حقيقة ما توقفتش والتوم والطول وتستمر والناس ترجع وعندنا قصص هلبة من أقاربنا اللي عاشوا حتى في فرنسا وفي غيرها في وقت اللي ما كانوا فيه الليبيين يتسافروا وهذه سنة الحياة الناس ترجع وتهاجر وهنا نقدر ناخد بس تصور عن التكوين السكانية لجبل نفوسة من خلال القصص هدي فأنتوا لو عندكم أي قصص بتحكوها على الهجرات عن العودة عن الأشياء هدي أحكونا عليها ونعدكم من أني حتكلم عن هذا الموضوع بإسهاب أكثر في المستقبل لكن حبيت في العجالة هدي نتكلم عن الهجرات النفوسية حبر العالم في التاريخ الإسلامي ما تنسوش طبعا تسجلوا في الصباح متاعنا في اليوتيوب ودقوا على الجرس باش تجيكم كل حلقة في وقتها وما تنسوش كذلك أنكم تديروا التعليق متاعكم سواء في إطار الموضوع هذا أو في الموضوع التانية نشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر